حلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن دينا مشرف تنس الطاولة للسيدات دينا مشرف بنت النادي الاهلي واحد الطيور المهاجرة واليعني سفيرة المصر فوق العادة وسفيرة للنادي الاهلي ايضا دينا مشرف اتأهلت لكأس العالم للسيدات واللي بتلاعب في الصين في مدينة ويهاي من الفترة من تمانية الخاي لغاية عشرة نوفمبر طبعا اتأهلت دينا مشرف بعد ما خدت بطولة افريقيا اللي اتلعبت في شهر فبراير قبل جائحة كورونا ويتأهلت على طول مباشرة لكأس العالم كأس العالم في 21 لعبة من ضمنهم دينا مشرف وده شرف كبير جدا ان مصر يتم تمثيلها في عظماء تنس الطاولة وانتعارفين طبعا الصين بشكل كبير بتسيطر على اللعبة دي خلينا اقول لحضراتكم ان دينا خسرت من الكورية سوهو هيوان خسرت اربعة واحد في المباراة الاولية وخسرت ايضا في المباراة التانية من سوكس برناند سوكس برناند دي لعبة رومانية من احد الابطال على مستوى العالم خسرت اربعة تلاتة بعد مطش مرسوني كبير المطش ده بتاع سوكس برناند المطش ده لو كانت كسبته دينا كانت هتتأهل للدور الستاشر يعني المطش الاولاني ما كانش مؤثر قوي ولكن المطش التاني لو كانت كسبته اللي خلص اربعة تلاتة فالحقيقة يعني حتى خسارة بتعم الفوز وخلينا اقولكم ان ده تمثيل مشرف جدا لدينا في البطولة دي واحنا بتمنى لها كل التوفيق وبنتمنى ان شاء الله الفترات الجاية اكيد هيبقى في نتائج احسن يعني دينا لما لو كانت وفقت في هذا المطش قدر الله ما شاء فعل طبعا كانت هتطلع تبقى من احسن ستاشر لعبة على مستوى العالم وهو انجاز تاريخي كان هيبقى لدينا مشرف ولكن الجايات يا دينا كتير وان شاء الله ربنا معاك وهوفقك في اللي جاي بإذن الله